السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية للناس كاملين تحية للجمهور المغربي في المكان في العالم كنحييكم اليوم في هذا الويه الفيديو التوضيحي بريد نقول لكم لان اخرجوا بزاف دي الحقائق تخرجوا واحد السيدة سيفتولي تفرش فين نص ما كملتوش تفرش فيه بانه يقول لك صديق حميم ديالي مرحبا يشرفني انه يكون صديق حميم ديالي ولكن ما كيعجبنيش هو الانسان والافتراء والكتوب وذاك شي ما تعجبنيش لان احشو ما انك تكذب على انسان تقول انه بغير يدير البوز وهذا حاشا لله انا نقول لكم الصراحة ما كين لابوز لاوالو شو نقول لكم يعني كنقول شي حاجة اللي هي كاينة وشي حاجة اللي ماشي كتوبة بدلائل بالوراق كل شي ومعنديش لاش ندير البوز بالعكس انا ملي ذات هاد الفيديو وماشي درتو انه اسميتو درتو هاد درت هاد الفيديو بالعكس ماشي درتو زي ما باش انني نبين الضعف ديالي ولا بالعكس انه انسان اي واحد في حياته كي مر بواحد المراحل اللي هي صحيبة وهاد شي تراكم عليها بزاف لانني انا الحمدلله من اللي بقيت بابا كندوي معاكم وكان هضر معاكم لانني جوج مرات كن حاول انني انتحر وكان حاول انتحر وكينتن شهود على هاد شي مره مره وحده كنت صافي غادي انتحر دير بالصح لان شوية كام مسلمين احنا يا شوية الاسلام كتفقد دكر الله وكتقول اعودوا بالله مش طان الراجيم وما كين لاش يعني مالك تشوف راسك انك الناس اللي قراب منك تخلو عليك وكتشوف ان ولادك ما كتشوفهمش شي حاجة اللي صعيبة وكين الناس اللي عيطوليا من ماشي من العلم كامل من السويد من العلمان من ماشي من غاربات زيريين تحية الناس كذلك اخوان دينا المصريين والزيريين والتوانسة تمن ماشر كذلك عندي اصدقاء قلت لك قلت لكم يعني صحيب وصرتو انا كنت واحد كنت جسوي كولي بحلقة تقول قريب منهم بزاف هاد الحاجة هاد درني بزاف درني خاطرين نفسانيين يعني وكتجيك تدربة من اقرب الناس لك مهم هذا هو اللي بويت نفسر لكم اللي بويت نقول لكم تاني ما عنديش لش ندير لبوز ما عنديش نقول لناس حقارة كانبات في الزنقاء قلت وقال نجيب لكم الشهود باناني سيد لاخر مرة كنت معاه ما قلت لك او دي غادي يجو عندي العائلة ديالي واجي عندي بنتي وكتلو صافي ما ما كانش اشكال يعني مشي ادي اول مرة كان بات في الزنقاء وكان بات في الطموبيل اراف شهر 11 ليلة عام 2020 شهر 11 قلت كان بات في الطموبيل ماشي غير هاد الايام هاد الايام الاخيرة هاد السيمانة اللي كنت صورت فيها الفيديو راب شهر 11 قلت كان بات في الطموبيل يعني يعني هاد الشهر ماشي ما عنديش لاش نكدبوا ما عنديش لاش نفتارع ليكم غير هو الانسان اللي بغي يقول خير ما عمار يشمت في الانسان يقول خير يعني الانسان يقول خير او يصمت يعني اما يقول حاجة مزيانة ولا يسكت لان تواحد فينا اشوف احنا في الدنيا معرضين الجميع لا اسميته جميع حويج معرضين في الدنيا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من حقيبه مهم لي بغيت نقول كذلك بانا كاين بزار الناس منهم قلت لك صديق حميم اللي شفتوف شوف تيفي قلت لك صديق حميم كي وضح بأنه وصفت ميساج وما قرأته وحاولت تسحب الميساج يا أخي كي يقول لك يلتمس لأخيك سبعين عذراً على السبعين عذراً أنا طيح في مشكل وعندي مشكل كبير وكي يجيني بزاف دي الميساجات كي تجيني 400 ميات ميساجات ما بين أبل في الواتساب وميساجات يعني وكي نحاول أني نجاوب عليهم كلهم والناس اللي غي يشاهدوا الفيديو سيقولون بأننا في الصحراء نقول ذلك الشيء اللي كان هو اللي نقوله يعني نحاول أني نجاوب عليهم كاملين بشكل يبقى بخاطر لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي كنكره هو واحد نصيف طلوه ميساج وما يجاوبنيش وما يردش عليها تحسب حالي أنا شي واحد هاني في الكرامة ديالي ولهذا أي واحد کلقى ميساج جديد وكنجاوبه أي واحد لأنك نلقى بزاف ذلك الميساجات كي يقول ان يقص إنسان أهدر واحد إنسان لأنه طيح في مشكلة ما يمكنش أنا إي لابغيت نحل الميساجات ترى الراس عامر شي حلقة الدنيا نقرأ يعني بوين نقولكون بإنها الراس الراس ديالي مشارجة كنقرأها جميع الميساجات كي كنجاوبه فأبل أخي نقول يسمح لي من بعد نعيط لك راني دابا من خرباق كله واشنوك مهم كان الناس اللي ما تيبغيونيش في المغرب أنا عارب بأن عندي أي واحدة دنيا عنده أعداء والناس لأن الأعداء ماشي كتكسبهم وما كيتكونوا بوحدهم لأنك عدو ما كتشوفوش غير من البعد كي يقولي عدو ديالك لأنك ما عارفش علش هو أنه عدو ديالك ما عارفش علش هو معادي معاك اللي أريد نقول لكم أنا في واحدة القضية فيها شوية من النفس ما ترداش على أخي ما ترداش لأن من اللي كنت في المغرب كانت تتروري شي حواي جسرتوا مع فنانة مع صحفيين فدينا واحدة القضية في المغرب وهي شوية الحقرة كان شي ناس اللي تيحقروا حيث ذلك كيتمشي كيتمثل أول مرة كيتمثل شي سلسلة وذا كممتلك يكون قديم عليك ولي عدو وس كي يشوف فكتي يقولوا أنا أنا نقول مها هذا مهم مهم وحد طريقة اللي وادشي ما كانش هنا يا مليك تلاقى مع الناس هنا او لو مع ممتلين هنا كتلقاهم بالحقس ممتلين في أوروبا وادشي ما كانت واضعي وادشي ما كانت نحممش ما كانت نحممش كلهم كي الناس مزيانين كي نطلعهم مرة دار كي الناس اللي تصلوا بيا سولوا فيها في هذه المحنة ولكن البليبار ديال الفنانة او الهكومي ديال هذا تشي واحد ما سول فيها رغم أن النمرة ديالي متاحة لجميع يعني النمرة ديالي في اليوتيوب وإي واحد سولتي على النمرة غادي أعطيها عليك باش تعيط لي ما عرفتش ما عرفتش عشنه ربما ما عرفتش والله أنا الحد الآن أتساءل ما عرفتش عشنه اللي يطلع ممني ويد نقول لكم أنه أي حاجة قلتها في ذاك الفيديو فهي صحيحة مش مئة في المئة ألف في المئة ما كيش شي حاجة لي هي غالطة أما بالنسبة الناس كي يقولك ساعدوه وعطاوه ما كيش مساعدة الأول وكيش ثلاثة ديال الناس أولا الكنت غادي نصور لكم الكنت ونضع لكم في الفيديو في المونتاج غا نضعه كان 50 أورو في 50 أورو في 20 أورو وكيش اسميات يعني غادي نصور لكم داك شي بالدلائل يعني ما كيكذبوا ش هاد الناس هاد الناس عنده عندي كونت هنا يا عرى ما كيكذبش الكنت غادي را كيكبلك التاريخ فوقها والسمية قاعدة للسيد معرفش نحط اسمية ديال الناس ولا ما نحطهاش ما عرفتش نقدر نحط اسمية نقدر ما نحطهاش باش تشوفوا كل شي على عينيكم باش انت عارفوا بأننا را ما كايين زمالي مساعدة الأول ولكن كينا مساعدة ليا حسن من المساعدة المادية لي مساعدة نفسية مساعدة معناوية يعني هاد الشي كيخليك أنك تفرح بالعكس كيعيطولك المغاربة عيطولك الناس الناس اللي كيبغيه وكتن ناس اللي كانوا كاعين عليك وتيعيطولك لان هاد المحنة هاد اي واحد ممكن يدوز منها مويمة اللي بويت نقول لكم هادا بالنسبة للناس اللي كيقولك اعاونوا اعطاوا ذاك شي انا انا اقول لكم القونت يعني بالتاريخ بكل شي حتى الان تال اليوم تال اليوم قاع تال اليوم لليوم هو الحد مويمة اللي بويت نقول لكم وان الناس ما تبقاش تدير فيديوهات باش فقط تكدب الناس وان الناس اللي بقات تفتيه لعينا الناس كل شيء مهارض في الدنيا كل شيء مهارض والله سبارك وتعالى ارى 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 تواحد شوف تواحد ما فينا عارف عشنه غير يطرى لي فيها الدنيا غير الله رسول العسل والسلام يقول في حديث صحيح ارى 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 ار لقد أعلم أفضل لك. لقد أعلم أفضل وعرف أفضل أفضل. فإن هم أولا على زوج العرب من أن يكون أفضل أفضل. لكن هناك جميع أفضل في الناس. فالناس الذين لم تغلطوا هما الملائكة والأنبياء والرسول. رسول عليه الصلاة والسلام هذو من اللي ما تيغلطوش ولا تيغلطو ولكن الله تبارك وتعالى كتكون عبرة في ذاك الغلطة ديالهم لأنهم هما كيحاولوا أنهم يعتووا واحد المساج للبشرية هذا هو اللي بغيت نقول لكم أما بالنسبة للناس اللي كتغدار وهذا أنا مش يتغلومهم بالعكس أنا تنقولهم بالعكس هدار دير فيديو في اليوتيوب ما عنديش مشكيل ولكن غير قول كلمة خير قول كلمة طيبة قول كلمة طيبة ما عرفش ما يخرج من الدنيا ما يخرج من عقائبها أولا اللي بغيت نقول وأنني ملي قلت للناس عاونوني باش أنا نرجع للمغرب حين ما عنديش فين سكون حينترا فعلا ما عنديش فين سكون وإلا رجعت للمغرب بغيت نخدم خسني نكون مورال مو خسني نكون مزيان يعني خسني نكون ساكن مرتاح يعني نفسيا وحتى ذهنيان عندي الوليدة ديالي كذلك مسكينة اللي كانت ترجع فيها بزاف تحويج لأنها مريضة وكانت شريلها الدواء رغم المعاناة ورغم الفقر ورغم الخدمة مكيناش ورغم يعني هالجائحة اللي جاءت دي الكورونا ورغم ذلك كان كافح وتنغط هذا شيء اللي قسم الله يعني خسكم تعرفوا أنني وصلت واحد جائحة دي الكورونا لو كان ما كنت جائحة دي الكورونا ربما ما كنت شغان دير الفيديو هذا ربما كنت هالجي يكون مرتاح نفسيا خسكم تعرفوا الإخوان بأنني فاش كنتوا في كورونا كل واحد ساد عليه وكي يأكل وكي يشرب كنت مقبيل على رمضان كنا مقبيل على رمضان اللي فات أنا مقبيل فاش كان جائحة كورونا اللي فات وكان رمضان أنا ما كنش كان لقاه فين بعد ما كنش كان لقاه فين فين كان فيك الفطر إذا قلت لكم هذ الحقائق ربما حقائق يعني يعني كنقول لكم شي حاجة اللي هي ماشي كدوب شي حاجة اللي بالصح ما كنت نلقاش كنت كنصوم كان صوم الله يتقبل الرب يفوق منا كنت كنصوم وكان بعد مرات ما كنلقاش باش نفطر كان نفطر هاي باش نشرب هاي الماء وكان بقاتل غد لي يعني يومين ونصاي ما كنش بغن نقول هذ الحقائق ولكن خسنين نقولهم باش الناس والرأي العام المغربي والمغاربة كاملين عارفوا بأنني أنا أراها أراه ماشي تنكذب أراه تنقول دك شي لي كين أراه ملي جات الجائحة أراه الناس كانوا عندهم ديورهم الناس كيبات وفأساكنين وواكلين شاربين وأنا كنت كنصوم قريبا يومين متابعة كنقاش ربعين ما العملي فات ماشي هذا رمضان مقبل إن شاء الله نتمنى أن رمضان يكون بخير ونتمنى أن الله تبارك وتعالى فرجها وندوزوا رمضان ما عافش رمضان في غن ندوزوا لحد الأن مقيم أحرفش ما عنديش يعني شي وجهة محددة في ندوزوا نتمنى من الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى كبير مهم اللي بويت نقول لكم هو أنه أنا ما اللي ناديت ناديت المسؤولين وناديت جلال الملك محمد السادس الله ينصروا الله يخليه لينا باش أنني نرجع لبلادي أنا كفنان وكصورة البلاد وكاميرآت لبلادنا لأن ما اللي كانت جيت هنا يارا كيت صوروا معي الناس ديل تونست وانسا سواء ما اللي كانت في إيطاليا ولا في فرنسا ولا كنمشي لألمانيا ولا كذلك الجزائرين إخوانا والأشقاء الجزائرين يعني والأشقاء كذلك بعد مرة أشقاء مصريين بعد مرة أفارقة كذلك ما تنسوش يعني أنا واحد صورة ديال البلاد ديال المغرب فما يمكنش أن فنان صورة يقدمها صورة ديال المغرب ولا ديال البلاد ويبات في الزنقام من العيب والعار يعني أنا ضغط بس كنت حبتوا رأسكم في بلاستيارة ما عرفت واش رجع للبلاد واش نبقى هنا واش نمشي واش نقدم واش نؤخر يعني جي بردي تو جي بردي يعني جي بردي ميزا عشان قولك جي بردي ميزافر ميزافر وميزان كل شي كل شي ميزانفان يعني كل شي ضاع مني يعني بحل شي ضاعت ضاعت في كل ما قا عن دياله ما قا عن دياله بقا عندي صحة أولا قال كان شوية غادي طير لأن شوية صارع من شي نكذب عليكم صارع لأن هاد النس هادو مش غي شردوني رأى شردوني وكذلك كينتا السحر وخا ما خاش نزدخول في هاد الشي هذا كينتا السحر لأن كانوا كيدوا لي السحر رأى كان قنن حماق كان قول خسندابا نجيو لقنبا ونقش جراسة ومتاحر يعني الناس ما يحملونيش وشدين عليها شي حاجة متنخيبة ولا زوينة ولا ولكي لا نقول لك شي اللي كاين وحق لا إله إلا الله وحقها عشان نقول لكم والله شاهدون عليها وهذا القرآن هذا يعني هذا ها أنتم ما كنت شوفوا هذا مصحف يعني إلا كنت زايد شي كلمة ولزلت عليكم شي كلمة الله يجعل ربي هذا القرآن يعني يخرج فيياه وهذا رمضان اللي جاي أنه لزلت عليكم شي كلمة من هذا الشي هذا وهذا رمضان اللي جاي أنني ما نوصلوش يعني كنقول ذاك الشي اللي ما كان حقها دالفيديو البيوز ولا ويعني إنسان ضغط ما عرفش عشان ندير ضغط واحد الإنسان اللي ما عرف واش يمشي الغرب ولا الشرق فضغط يعني ما عرفتش واش نقاهنا واش نمشي المغرب واش ن واش ن واش نمشي كورونا واش نمشي الناكل واش نشرب واش نمشي المغرب واش ندير فيه واش ن واش نسكن واش ن فهمت يعني بزاف تحويش بزاف تحويش اللي داروا ليه اللي داروا ليه في بالي وفي دماغي فاللي بويت نقول لكم وانا نحاولوا نكون مزيانين مع بعدياتنا ونحبوا بعدياتنا ونبغيوا الخير لبعدياتنا باش للله تبارك و تعالى رزقنا الخير حانتا توحد منا ما ضامن ان حياته في الدنيا تفقى مزيان تفقى مزيان اللي كان عقب عليه هو انه ما كانش تنظن ما كانش فنان ولا شي ولا شي كوميدي صفت ميصاج كان ازرك في هذه المحنة اللي انت فيها او لا الله تبارك و تعالى كبير ولا الله يجيب لك تسير ولا الله يشافيك ولا مكاينش كان من طبع الحال كان الناس كان الناس كان الناس من جميع يعني من المغرب كامل و من اوروبا كاملة اللي كان شكرهم بزاف ولكن المشكلة هو بحالة ايش كنقول لك بحالة تواحد من دومين ديالي ما ازره ما موقفش معاي وهذا شيء مؤسف يعني شيء مؤسف يكون محل هذا شيء هذا مهم سامحهم الله الله يسامح اي واحد في الدنيا والدنيا ما زال قائمة و ما زال الله تبارك و تعالى ما عرفناش كل واحد اشنو مكتب لي الله تبارك و تعالى نتمنى من الله عز و جل ان اي واحد غلط في حقه اسمح ليه حين ترى الله تبارك و تعالى وكي يسامح واي واحد غلط في حقي انا مسامح ليه من اي واحد اخيرا اما بالنسبة الكذوب و الافتراء ما كانش ذاك شيء وهذاك الرجل اللي يخرج ذاك الفيديو انا صديق حميم انا ما كان عارفه والله ما تنعرفه والله شاهد عليها وهذا الكتاب ما كان عارفه و اذا صرفت ليه ميساج و لم يشتوش ارى ان يكونوا عندي ارى بزاف الميساجات ارى ما نقدرش قرار الميساجات كلهم اليوم اقرأت الميساج على سيمانه و قلت مولا اسمح لي راني ما شوفش الميساج يعني انسان ما يفتريش ما يكذبش الافتراء والكاذيب خيب انت رجل بعقلك ما تخرجش تكذب تقول صادق حميم ديه ما هذا اممم نتمنى انك و اممم و هؤلاء نقل لك شكرا على الناس اللي التاسلوبية و كذلك المغاربة و حتى المنجنسيات خلائن اللي التاسلوبية اشكرا بزاف و اللي بقيت نقول لكم اللي اعذرني نفسي لان انا محتاج المؤاذرة النفسية باشي المادية اقول لكم المادية ممكن نحط لكم الكونت الكونت ديالي غاتشوفوا بان اقول لكم خمسين اورو خمسين اورو عشرين اورو ثلاثات الناس يعني ماشي كان عقب انني محتاج لمساعدة ولا كان شكرا للناس اللي سيفتو هات خمسين اورو خمسين اورو عشرين اورو و غن نشر لكم الكونت باش تشوفوا حين طلع الكونت ما تيكذبش ركي عطقت الزلادات و التاريخ و كل شيء المهم اللي بقيت نقول لكم اه ليس بح اي واحد اللي بقيت نقول لكم ليس بح اي واحد اه غلط فيها و الدنيا ما زال قائمة شكرا للناس كاملين شكرا نقاع المغربة اللي سولوا فيها و ان شاء الله نبدأ حياة اخرى و نبدأ حياة جديدة و نتزوج ان شاء الله من جديد و ندير وليدات اخرين ان شاء الله ما زال الحياة قدامنا فقط محتاج دعوات ديالكم و محتاج انكم تقاضروني و محتاج انكم تديروا ابوني للاشين ديالي تديروا لكلكم ابوني و تديروا و تديروا و تفعلوا الجراس و تعاونوا معايا لان بهذا الشين ممكن انني نعيش و ممكن انني نعيش الولدة ديالي و ممكن انني نوقف على رجلية و نزيد ان شاء الله القدام تحييى المغربة كاملين تحييى لأي مغربة تحييى لالقاع الناس اللي يعيطوا لي تحييى كذلك المسؤولين المغربة وتحييى لأمن الوطني المغريبي وتحييى لالقاع المسؤولين و الله ينشر سيدنا و الله يخليه لينا و دايما مغرب و عيش المغرب و شكرا و شكرا و شكرا و شكرا و شكرا و شكرا